التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة واشدد الرئيس السيسي على أن تكون القيادة الاستراتيجية إضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بما يضمن تعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة وقال الرئيس السيسي أنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم القوى الشاملة للدولة على رأس أولوياتها مشيرا إلى أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز حماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وبحضور عدد من الوزراء وكان المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة قد أكد أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة التي تمت في الفترة السابقة عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفاهم التحديات التي تواجه الدولة كما أنها أظهرت تطلعات المجتمع المصري استشد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف الأحياء الشمالية لمخيم نصيرات وسط القطاع أعلن فيليب لازاريني المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل حتى سبتمبر وأعلنت 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة في ختام مؤتمر أعلن التحددات تعهدات انضمامها لمبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها الأردن والكويت وسولفينيا والهادفة إلى دعم وكالة أونروا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالدفة الغربية المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من أليات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر من حاجز بيت فوريك وانتشرت في المنطقة وعتلت أسطح أحد المنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف مشينة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من أحد المنازل في مخيم عسكر فيما أطلقت النار صوب صيارة إسعاف قرب مخيم بلاطة أدانة كوريا الشمالية الأعلن الصادر عن قمة حلف شمال الأطلنطي التي عقدت على مدار الأيام القليلة الماضية في واشنطن والتي أكد فيها زعماء دول الحلف تعهدون بانضمام أوكرانيا إلى عضوية الحلف واتخذوا موقفا أقوى بشأن دعم الصين لروسيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكوريا الشمالية إن أعلان قمة واشنطن يثبت أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يشكلان أخطر تهديد للسلام والأمن العالميين بعد أن تحول إلى آدات للمواجهة على حد تعبيره مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الرامية إلى توسيع التكاتلات العسكرية مع دول الحلف وشركاء الأسيويين بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان هي السبب الجذري لتهديد السلام الأقليمي بشكل خطير وإشعال صباق تسلح عالمي ورياضيا أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم أول تدريباته بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لوديتي أوكرانيا غدا الأحد والعراق الأربعاء المقبل وذلك قبل مغادرته إلى مدينة نانت لبدء التحضيرات للقاء الرسمي الأول له أمام جمهورية الدومينيكان في الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتضم مجموعة الفراعينة كل من مصر وإسبانيا وزباكستان والدومينيكان ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر